خلينا أبدأ قبل ما أبدأ طبعا فقرات حلايتنا النهاردة بنقول ألف مبروك للنادي الأهلي ألف مبروك للجهاز الفني واللعيبة مباراة طبعا الفوز على غزل المحلة مبارع بنتيجة 2-1 الحقيقة مباراة برضو راحت وجدت دايما بنتكلم على بنتكلم على النادي الأهلي بنتكلم على النادي الأهلي يبقى بنتكلم على البطولات ما فيش شكل النادي الأهلي لغاية دلوقتي أكيد بيلعب تحت ضغوط عنده مباراة مؤجلة عنده ضغوط أنه لازم يفوز بكل مباراة رفاهية التعادل أو فقد النقاط مش مطروحة على النادي الأهلي وبالتالي مباراة مبارح تقدر تقول مباراة كؤوس التعادل اللي فيه دي النادي الأهلي لكن إيجابيات كتيرة جدا جدا النجم اللي انتوا شايفينه محمد شريف بيعود مرة تانية للتقلق عودة الثقة لمحمد شريف أعتقد من مكاسب المرحلة اللي فاتت ومن مكاسب الكابتن سامي أمصان كمان مواجهة نظر الشخصية اللعيبة المتفوقين منشوف زياد طارق وبيحط أسست أكتر من رائع لعيب مميز جدا على المستوى المهاري على المستوى الفني لعيب مش هقول صغير في السن ولكن في السن المناسب اللي يلعب فيه صفوف النادي الأهلي رغم أنه نزل في وقت صعب جدا لكن قدر زياد طارق أنه عنده الملكة وعنده الموهبة وعنده القدرة على الصناعة الفارق نتكلم على لعيب أعتقد عنده 21 سنة يعني لعيب أنا دمائما بقوله وعنده 20 سنة مش لعيب صغير لكن لعيب عنده إمكانيات مميزة جدا كمان كوكا لعب خط النص أدى مفراء ولا أروع فأنا يعني طبعا مكاسب على المستوى طبعا على مستوى النقاط كان مهم جدا النادي الأهلي يكسب مبارح طبعا لطبعا الوصول إلى القمة وتربع على عرش الدوري المصري لكن كمان لازم نبص الكابتن سامي أمصان اللي بيشتغل تحت ضغوط كبيرة جدا كابتن سامي أمصان حتى على مستوى التغييرات كان موفق جدا آه كان فيه بعض الانتقادات شوية مباراة نهادي الزمالك لكن يعني مش هقول مدرب واعد كابتن سامي أمصان أكيد مدرب ممتاز عنده يعني سوالات وجوالات حتى على مستوى وصعد بحرس الحدود للدور الممتاز وإدارة المباراة مبارح كانت إدارة جيدة جدا على مستوى التغييرات حتى على مستوى اللي شفناه مع كريم فؤاد بعد المباراة وبخه يعني فوقت من الأوقات كريم فؤاد يعني عمل جملة أو عمل يعني يعني تمريرة غير سليمة وبالتالي كابتن سامي أمصان وبخه لكن بعد المباراة على طول كان فيه يعني تبادله يعني القبولات والأحضان نتيجة للفوز كمان يعني خلاص بيقوله خلاص ده أكيد أنا بتكلم للصالح العام وبتكلم للصالحك وبالتالي كان فيه روح إيجابية كبيرة جدا مكاسب النادي الأهل مبارح على مستوى النقاط ثلاث نقاط مهمة جدا على المستوى الفني زياد طارق وكوكا بيقدم براولة أروع واعتقاد الشخصي أنه لازم يكونوا موجودين في الفترة الجاية على مستوى كابتن سامي أمصان يزبط كمان رغم الضغوط أنه هو مدرب واعد وإن شاء الله بإذن الله إحنا كمان منتظرين إن شاء الله المدير الفني الجديد للنادي الأهلي وأكيد كابتن سامي أمصان هيلعب دور كبير جدا لقطة اللي حضراتكم شايفينها دي لقطة نشوفها ما بين محمد صلاح مثلا ويوجن كلوب يعني طبعا مع الفارق لكن الروح الروح العالية والثقة الموجودة ما بين اللعيب وما بين كابتن سامي أمصان ده شيء إيجابي شيء إيجابي جدا خلي بالكو بالرغم إن اللعيب عارفة إن يمكن بشكل كبير كابتن سامي أمصان مدير فني مؤقت لكن الاستجابة والروح والأداء بنتكلم على استجابة واردود أفعال أكثر من رائعة كل التوفيق إن شاء الله لفرقتنا فريق النادي الأهلي بإذن الله الفترة اللي جاية وإن شاء الله كل التوفيق اللي إحنا عندنا يعني كمان مباراة أمام فيراميدس في كاس مصر إن شاء الله كل التوفيق فيه هنيك